سؤال يتفرع عن كل الذي مر علينا لأنني حدثتكم عن نهاية مرحلة الظهور حدثتكم عن وفاة قائم آل محمد صلوات الله عليه وحدثتكم عن المهديين الاثني عشر وحدثتكم عن رجعة الحسين صلوات الله وسلامه عليه السؤال الذي يطرح نفسه هنا كيف نستطيع أن نتصور ولو بنحو تقريبي وجود الحسين ووجود هؤلاء الأنبياء ووجود المهديين في مرحلة الرجعة الكبرى الحديث عن الرجعة الكبرى حديث يحتاج إلى مساحة واسعة من الوقت لكنني سأأخذ لقطة منها وأحدثكم كي نستطيع أن نتصور صورة تقرب لنا الواقع الذي سيكون فيه الحسين صلوات الله عليه والمهديون الاثنى عشر أتحدث عن أوائلهم عن المهدي الأول وكذلك الكلام يكون شاملا للأنبياء السبعين ولغيرهم من الأوصياء والأولياء سأبدأ من هنا من رواية أقرأها عليكم من الكاف الشريف إنه الجزء الأول من طبعة دار الأسوة طهران إيران في الصفحة خمسمائة واثلاثة عشر إنه الحديث التاسع والثلاثون وقت الحلقة يكاد أن ينتهي سأقرأ الرواية وسأعود إليها في حلقة يوم غد الرواية مهمة جدا بسنده بسند الكليني عن داود ابن كثير الرقي ومر علينا من أن داود الرقي من الراجعين من الذين سيكونون من أقطاب الرجعة الصغرى من الراجعين مع إمام زماننا ولذا فإن الإمام الصادق يحدثه عن هذه المضاميين عن داود ابن كثير الرقي قال قلت لأبي عبد الله الصادق صلوات الله عليه ما معنى السلام على رسول الله حينما نسلم على رسول الله السلام عليك يا رسول الله حينما نسلم عليه في صلاتنا السلام عليك أيها النبي ما معنى سلامنا على رسول الله فقال الصادق يبين لنا معنى السلام على رسول الله في صلواتنا في زياراتنا في كل شأن من شؤون تواصلنا مع رسول الله ونحن نسلم عليه فقال إن الله تبارك وتعالى لما خلق نبيه ووصيه وابنته وابنيه وجميع الأئم هذه العبارة تتحدث بنحو صريح عن إمامة فاطمة ألا تلاحظون إن الله تبارك وتعالى لما خلق نبيه ووصيه وابنته وابنيه وجميع الأئم يعني الذين ذكروا في البداية أئمة أئمة وبعد ذلك الإمام أجمل ذكر الأئمة من عترة الحسين إن الله تبارك وتعالى لما خلق نبيه ووصيه وابنته وابنيه وجميع الأئمة وخلق شيعتهم لأن الكلام هنا إذا لم تكن فاطمة من الأئمة فهي من شيعتهم فلماذا ذكرت في سياق الأئمة صلوات الله عليه لأنها إمام الأئمة لا لعنة لا لعنة على الدين الطوسي لا لعنة عليه سقيفة بني ساعدة سقيفة بني ساعدة قتلت فاطمة قتلت شخص فاطمة سقيفة بني طوسي قتلت شخصية فاطمة وقتل الشخصية أقبح بكثير من قتل الشخص لقد قتلوا مضمون فاطمة اللعناء في سقيفة بني ساعدة قتلوا شخص فاطمة قتلوها تعذيبا أما اللعناء في سقيفة بني طوسي قتلوا شخصيتها يتباكون عليها أمام الشيعة كي يضحك على الشيعة الحمير من أتباعهم سقيفة بني ساعدة أحرقوا منزل فاطمة أما سقيفة بني طوسي فقد أحرقوا منزلة فاطمة وإحراق المنزلة أخطر بكثير من إحراق المنزل هذا هو الواقع الذي جرى ويجري بين الشيعة منذ القرون السابقة وإلى يومنا هذا إن الله تبارك وتعالى لما خلق نبيه ووصيه وابنته وابنيه وجميع الأئمة وخلق شيعتهم أخذ عليهم الميثاق وأن يصبروا ويصابروا ويرابطوا وأن يتقوا الله هذا ميثاق عصر الغيبة الآية المئتان بعد البسملة وهي آخر آية في سورة آل عمران يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا أصبروا على دينكم وصابروا عدوكم ورابطوا إمامكم أخذ عليهم الميثاق وأن يصبروا ويصابروا ويرابطوا وأن يتقوا الله ووعدهم أن يسلم لهم الأرض المباركة والحرم الآمن وأن ينزل لهم البيت المعمور ويظهر لهم السقف المرفوع هذا في الرجعة الكبرى هذا لن يتحقق في مرحلة الظهور المهدوي هذا في الرجعة الكبرى هذه المضامين يجب على الشيعي أن يتذكرها في صلاته فهل يتذكر الشيعي هذه المضامين في صلاته هذا هو الميثاق الذي أخذ علينا وحينما نسلم على رسول الله فإننا نجدد هذا الميثاق هتلاحظون كم أنتم بعيدون عن دين العترة الطاهرة من هنا قال أئمتنا من لم يؤمن برجعتنا برجعتنا الكبرى فليس منا فليس منا إن الله تبارك وتعالى لما خلق نبيه ووصيه وابنته وابنيه وجميع الأئمة وخلق شيعتهم أخذ عليهم الميثاق وأن يصبروا ويصابروا ويرابطوا وأن يتقوا الله ووعدهم أن يسلم لهم الأرض المباركة والحرم الآمنة وأن ينزل لهم البيت المعمور ويظهر لهم السقف المرفوع ويريحهم من عدوهم والأرض التي يبدلها الله من السلام ويسلم ما فيها لهم لا شيعة فيها قال لا خصومة فيها لعدوهم وأن يكون لهم فيها ما يحبون وأخذ رسول الله على جميع الأئمة على جميع الأئمة من؟ على علي وفاطمة والحسني والحسين والعترة الحسينية وهذا دليل آخر على أن فاطمة من الأئمة لأنها لم تذكر هنا مع الشيعة وأخذ رسول الله على جميع الأئمة وشيعتهم الميثاق بذلك أين تضعون فاطمة مع الأئمة أم مع الشيعة سهود الله تعالى وجوهكم إذا كنتم تضعون فاطمة مع الشيعة إذا لم تكن مع الشيعة فإنها مع الأئمة هي إمام الأئمة من ولدها الحسن العسكري يقول نحن حجة الله على الخلق وفاطمة أمنا حجة علينا برغم أنا في المراجع الأنجاسي في الحوزة في الحوزة الطوسية اللعينة وأخذ رسول الله على جميع الأئمة وشيعتهم الميثاق بذلك وإنما السلام عليه السلام على رسول الله تذكرة نفس الميثاق وتجديد له على الله لعله أن يعجله جل وعس ويعجل السلام لكم بجميع ما فيه هذا هو معنى السلام على رسول الله في كل صلاة حينما تسلمون على رسول الله أن تجدد العهد بالميثاق بعقيدة الرجعة الكبرى مراجعكم ماذا يقولون لكم من أنها ليست ضرورية وهذا هو الذي يقوله الصادق صلوات الله وسلامه عليه هذا معنى السلام على رسول الله إلا إذا كنتم حميرا تسلمون على رسول الله وأنتم لا تفقهون ما تقولون فأنتم حمير حينئذ بحسب منطق القرآن بحسب منطق سورة الجمعة إذا كنتم لا تفقهون ما تقولون فأنتم حمير وإذا كنتم تفقهون ما تقولون فماذا تعنون بالسلام على رسول الله إنها الرجعة الكبرى إنها الرجعة العظيمة سود الله تعالى وجوه مراجع النجف وكربلاء ماذا فعلوا بهذه الأمة؟ أتحدث عن الأموات والأحياء منهم إنهم على حد سواء من الضلالة والجهالة والخبث والبعد عن دين العترة الطاهرة لقد ضللوا أسلافنا وضللوا أجدادنا وآبائنا وضللونا ضلوا وضللونا معه هذه هي الحقيقة من الآخر